درسة هندسة كهرباء وميكانيك درسة هندسة كهرباء وميكانيك أنا وعم بتعلم كان كل ما حدا سألني شو عم تتعلمي قلهم أنا بدمان ميكانيك رولي بنت ميكانيك شو رح تشتغلي أكيد ما حدا رح يحوصفك تكون بمينتننس فيل رح تشتغلي ديزاين بمكتب ما بتعمل شي هلا أنا نقات هذا الفيلد لأنه من أنا وصغيرة كان كل شي بستعمل بدأ عارف كيف يشتغل إذا انتزع ما بحب كبه بدي فكه شوف شو في قلبه جاري بقفهم شو عم بيصير حتى كنت غار من ابن خالتة لأنه بيو نجار وكان عندهم طابق فوق يطلعوا يدق مسمار بعلبة يعمل علبة يعمل بلبل يعمل سيارة صغيرة اجي أنا بس أشوفهم شو عامي أنا بدي هذا المطرح بالبيت لما عندي هالفرصة إذا عنا بالبيت كل شي بدي يكون نظيف مهفهف قوعة تكسروا قوعة تنزعوا فنقات هذا الفيلد وبدأت أتعلم ونحنا بالجامعة كان إذا الأستاذ سألنا شي سؤال تطبيقية ونجوابت أنا صح غير رفقاتي شو كانوا يقولوا رفقاتي يا زلمي كلهم منتان بالسفر بيصلحوا لنا خلصت ميكانيك وجدت أشتغيل ما كان حدا يوسق أنه يوظفني بشي تطبيقية صرت أنزل على صيانة وووركشوب وجدت أتعلم منهم أسألوا لماذا تفعلوا هذا؟ إذا عملنا بغير طريقة ما هو الغلط؟ وجدت أفهم منهم وجدت أجل نهار وقررت أشتري سيئن 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 أشتريتها وقالوا للشركة برا بيطلع لك ترينيج فبعطينا التكنيشن ما عندي تكنيشن شو بديلهم؟ قالت أن التكنيشن لاحق أعمله فيزا أنا عندي فيزا أنا سأذهب ولكن ليس لدي بيزيكس أيضا فعملت ريسورج تعلمت حالي وسألت رفقاتي جمعت التكنيشن ولكن لا أذهب إلى هنا كون ما عندي فكرة عن الموضوع بإخر نهار في ترينيج صاحب الشركة قال لي لكن صراحة كنا نتحدث عن بعض غريب أن أنا بنت بفيلد تكنيشن وفوق هالبنت من الميدل إيست جاءت كثير مبسوطة لبنان وقررت أن تغير بدأ أعطي فرصة للشباب أن يتعلموا عن الصناع ويعرف إذا عنده فكرة ما هي الممكن التي تسمحه أن ينفذها بلشت من المدارس صرت روح إلى المدرسة يقلهم فين أنا أعلم الولد يشتغل عم إنشار مدح مخرطة يعمل أفكاره يقلون لي هذا صف للسوبيان والبنات أم في مدارس يقلون لي ما فيها فاحص لماذا نضيع له وقته؟ لماذا المدارس قبلوا؟ أنا أعلم مدرستان واحدة منهم الويلسبرينج أنا بقدر أتشارك معكم تأثير هذه الصفحة تلميذ في تلميذ لم يكنوا مدارسة أن يقلبوا الصفحة بالصفة ويقروا ما يعملوا أول مرة أعطيتهم كتاب ما سألوني غير لما كانوا علقانين لم أجدوا حالوا بهذا الصف البنات هن أكثر بالصف زيادة لأنهم هناك نشارة على تيب ودور ونور جاءت ونفضلهم وقالوا لي نوميس تركي لنا حتى هناك ناس كتير كرياتي عباس يجمع الخشب الباقي بالصف ويقالوا أحدهم يقولوا لي إنهم يجمعون كرياتي يجمعون حتى يجمعون الأشياء اللي هنا بدون يعملوها لما لقيت تأثير الصف على تلميذ قررت افتح سنتر لقعطي فرصة للأولاد الباقيين اللي منهم بهذاك مدارس لحتى كمان هن يتعرفوا على كيف ينفذوا أفكارهم وللمدارس اللي خافة تتفوت بالمشروع لحتى يشوفوا انه هذا شيء منه بلشنا هذا السنتر ومن أسبوعين عملنا تدريب 12 قنيز جامعة من الشمال من منطقة بين جبل معتن وباب التبانة سيكون لدينا مشغل هناك لتنعلم الأولاد الصغار بها المنطقة اللي فيها كونفلكت لحتى يتعلموا كيف يكونوا مبتكرين من الآخر بالعصر اللي اللي عم نقدم فيه للأولاد كل شيء جاهز للاستعمال إذا بدنا جيل مبتكر وبلد صناعي متح المولاد كونوا أخرى تقول من شار مرسي ترجمة نانسي قنقر